تطوري سر عجز الاهلي الدفاع النهاردة سر عجز الاهلي الهجوم النهاردة احنا قلنا احنا هنثبت ايه النهاردة الصورتين اللي قدموا من شوية لان هي القصة كلها اللي بنتكلم عليها من قبل المباراة وعملين اللي نتكلم عليها وصوتنا تنبع فيها هنا مشكلة الاهلي الاساسية انه مش عارف تحرك كوحدة يبقى الخطوط قريبة مش عارف يتحرك ومش عارف يخلقى تلات خطوط طبيعين وعملية التطرق بالكورة فهواري الكورتين كرة وحيدة اتعاملت صح الاهلي مرر فيها كرة 75 ثانية قدر ان يوصل للإندلاين يوصل لهجمة بكرة خطرة جدا بكسافة عددية جواة 18 تحت عنوان بالنسبة لنا ما انت بتعرف انت ليه مصمم انك مبتعرفش يعني انت ليه مصمم طوله ال 90 دقيقة انك مبتعرفش ليه وصلت الناس ليه خليت الناس خدت فكرة غلط عنك طوله ال 90 دقيقة تعال نشوف تعال نشوف الحالة اللي انت مش عارف تعمل فيها حاجة يلا دي الحالة اللي محمود بيتكلم فيه اللي هي طول المطش تعال بص اكريم احنا قلنا ايه فيه خمسة فيه خمسة دايما عندك خمسة قدام اربعة قدامهم واحد اللي هو كريم ندفت ماشي بقى ماشي ماشي على عدلتها يلا يلا دايما عندك رافع اللاين فوق بخمسة مش عارف تتحرك ينزل لك تاو يرجع تاني على اللاين يرجع تاني بص بص تاو يرجع هنا ووقف هنا بص اهو كام لعيب خمس لعيبة اربع لعيبة في الخط الخلفي واحد كمل بقى الهجم كمل الهجم اربعة واحد خمسة فيش حد بيبني بيبني هجمة كده في العالم فيش حد بيبني بالطريقة دي قبل انا الا لو فرقة بتلعب على الكرات المباشرة كمل كمل كمان كمل ماشي على سرعة بص هتلاقي الاهلي واقف محتار مش عارف حطال مين وايطر يلعب الطولية شكرا كم مرة ميت مرة ميت مرة اتعاملت الاهلي عمالها طول المباراة مش قادر يعمل حاجة حاول مرة واثنين وثلاثة اربعة دي 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 سرعة اللي حكونا اخذنا كمل هات السرعة اللي بعدها وبعدين هات لي الهجمة الوحيدة اللي الاهلي فيها كان بيعرف قال لي الناس هبعرف وقول مفيش مكان انت مش عارف تعمل حاجة انت عمال بتدور الكرة ومفيش بص اكرم رافع الخط برضو بخمسة ارجع ارجع فريم واحد ارجع فريم واحد فريم فريم ارجع ارجع كزا فريم لحد ما اللعيبة اللي وقفة كل لاجن ببعض كلهم على خط واحد كمان 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 بس بس وقفين كم لعيب خمس لعيبة من النادي الاهل على خط واحد طب يا حبي انتوا مين فيكو هشغل التاني كلهم معلمين خمس وقفين على خط واحد بيستنين الكرة طب مين لدي الكرة بقى بص بقى ايه اللي هيحصل علشان تعرف تدور اللعب يلا يلا هينزل تاو تحت هيبع عندك اتنين في العمق قادرين يعملوا بقى بقى عندك خطين خط امامي اللي موجود فيه طهر اهو عندك افشا معاه ادرش اهو خمسة في وسط الملعب المسافة بينهم صغيرة خطين اتحطت لامام الكرة اللي هتيجي في العرضة دلوقتي اتحطت لامام الراجل نازل سند لقم على عيب حطها وتحرك حطها ليه حطيته الله ادهاله تاني بص بقى وقف هنا بص الكسافة العدادية على الاهل جوات طمانتاشر سيبك من امامي اللي جات في العرضة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة من الاهل جوات طمانتاشر ليه؟ علشان انت كررت انك بتعرف كررت ان انت تلغي الفكرة بتاعت ان انا عندي عكم فانت رحت الفكرة ان انا عندي ستة في الخط الامامي لما لخليت كل لعب ينزل يستلم وعملت مراحل اللعبة الطبيعية كمل بقى اللعبة الكرة اللي جات في العرضة طبعا الحسن الوحيدة اللي عملها امام عشون النهاردة كرة اللي جات في العرضة وصلت اللي عندك خمسة جوات طمانتاشر لانك لعبت الطبيعي عملت تلات خطوط طبيعيين نزلت تاو مع افشف وسط الملعب علشان تقدر تتحكم في الايقاع ده مقارنة ما بين الحالة اللي الاهلي ما كانش فيها بيعرف على مدارة تسعين دي والحالة اللي كان فيها بيعرف الوحيدة النهاردة